ارتفاع ملحوظ بأعداد المتشافين من وباء كورونا تسجله دوائر الصحة في بغداد والمحافظات الأسباب يعزوها أطباء إلى عوامل عدة أبرزها زيادة الوعي الصحي عند المواطنين من خلال مراجعتهم الدوائر الصحية بوقت مبكر إضافة إلى اعتماد بروتوكالات علاجية متطورة فيروس كورونا كلما كان الكشف عننا مبكر وكلما كان الإجراءات الطبية مبكرة كلما كان فرص نجاة المريض كثيرة بدلالة حالات الشفاء الكثيرة اللي بدأت تخرج من مستشفانا حتى مرضى بالارسيو حالات متقدمة يوميا أربع خمس مرضى قاعدين حولهم عرضها أيضا موضوعة العلاجات كل العلاجات اللي مستخدمة في أي بلد آخر عدل عراقية موجودة عندنا تخطي حالات الشفاء حجز الألفين مؤشرون بحسب معنيين يؤكدوا أن الملاكات الصحية تسير في الاتجاه الصحيح في مواجهة كورونا ودعوات إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية على اعتبار أن المواجهة تضامنية زيادة خبرة الأطباء والمتعاملين في هذا المجال من ناحية التعاملهم مع الحالات الخطرة والحالات المتوسطة وتطبيقهم لعلاجات وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية ونطلب من كافة المواطنين حتى في حال ظهور الأعراض البسيطة عليهم بمراجعة المؤسسات الصحية مبكرا لغرض التشخيص المبكر ولغرض تدارك مضاعفات هذا المرض كل هذه العوامل بإمكانها أن تؤدي إلى خفض نسبة الإصابات وتجنب المواطنين مشاكل ومضاعفات هذا المرض وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وصول كميات كبيرة من علاج الإكتيامرا وتوزيعه على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات يتم صرفه حاليا للمصابين حسب توصية الفريق الطب المختص وصول هذه العلاجات يقول أطباءه سيسهم في معالجة الحالات الحارجة وقد يكون له أثر إيجابي إلا أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعي هو الحل الأمثل للتخلص من عدو خفي لا يرحم أبدا علي الأحمد العراقية الأخباري بغداد ترجمة نانسي قنقر